السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا اعرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع ويء السفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع انه من خلالها هتقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. وهي كانت فرصة التطوع في فيتنا مش يعملها معظم التكاليف. وتم اعلان الفيازين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم واللي بول فيها حصريةنا عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة منحة انت عايزة تقدر تقدم مدخلنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صوية عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ان اوي كمان جماعة رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيز موك ورابط التقديم الخاصة بي. الفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقها موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في قطر. تمام? الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة قطر. بالنسبة ليه الجامعة المنحة والمؤسسة المنحة في قطر جامعة اسمها حمد ابن خليفة. تمام? دي جامعة طبعا تعتبر من احسن الجامعات حول العالم. بالاضافة يا جماعة ان قطر مصنفة اه في الردبة الاولى اه على مستوى الوطن العربي في جودة التعليم. تمام? فانت بدرستك في قطر او بدرستك في احد المؤسسات القطرية كده بتضمن تعليم عالي وشهادة معتمدة دوليا بنسبة مية في المية. تمام? طيب بالنسبة ليه المرحلة الدراسية الموجهة ليه هزي المنحة? المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. يعني الناس اللي عايز تدرس الليسنس او البكالوريوس متاح. الناس اللي عايز تدرس الماجستير متاح او الدكتوراه متاح. تمام? ولو انت في اخر سنة من اي مرحلة دراسية سابقة لو انت في اخر سنة من السنوية العامة بتقدر تقدم عادي بشهادة السنة انت قبلها لو اخر سنة من البكاليريوس تقدر برضو تقدم بشهادة البكاليريوس لدرجة الماجستير والدكتوراه نفس الشيء بدرجة اه الماجستير تقدر تقدم لها حتى لو انت فكنت في اخر سنة ما فيش مشكلة. تمام? طيب بالنسبة ليه الدول المتاحة للتقديم فيها زي الفرصة كل دول العالم متاحة سواء انت من دولة عربية افريقية سوية بتقدر تقدم للمنحة دي بكل سهولة. تمام? وطبعا يعني بيتاخد اكتر ناس من الوطن العربي. يعني منحة ممتازة جدا. طيب بالنسبة ليه التمويل في المنحة دي وركز معايا في التمويل لانه تمويل ممتاز جدا جدا. اول حاجة عندنا الراتب الشهري. المنحة دي بتعطيك راتب شهري خمس تلاف ريال قطري شهريا لمرحلة البكاليريوس. تمام? ومرحلة الماجستير والدكتوراه بياخدوا. اه لا اسف عفوا. اه بيتم اعطاء راتب شهري خمس تلاف ريال قطري لمرحلة البكاليريوس والماجستير. تمام? وبالنسبة لمرحلة الدكتوراه الراتب الشهري سبعة تلاف وخمسمائة يورو. اه سبعة تلاف وخمسمائة ريال قطري. ده بالنسبة ليه الراتب الشهري. فراتب شهري كبير جدا يقدر يكفي لك تكاليف المعيشة وما الى زلك. كمان بالاضافة انك ممكن تسكن في سكن الجامعة وتوفر عن نفسك اي تكاليف اه طبعا لسكن خارجي. طيب. كمان عندنا تسكار تزهاب وعودة سنويا الى بلدك في وقت العطلة. المنحة دي بتوفر لك تزاكر الطيران. اه لما تيجي طالع من بلدك لأول مرة وبتكون في تزاكر طيران سنويا ده عشان تقضي العطلات في بلدك. فدي حاجة برضو من ضمن المميزات يعني من النادر جدا انك تلاقيها في اي منح اخرى. كمان في المنحة دي وفي الفرصة دي حاجة ممتازة جدا ان يمكنك حضر عائلتك معك وتوفير الاقامة العائلية للطلاب المتزوجين. يعني لو انت شخص متزوج وعندك اسرة وعندك اطفال بتقدر انك تحضرهم معاك. تمام? اه الجامعة بتوفر لك الفيزا او التأشيرة الخاصة بالعائلة. تمام? دي برضو من ضمن الاشياء. فيعني اه تمويل ممتاز جدا. وكمان ان المنحة دي بتقدر انها توفر التأمين الصحي او الرعاية الصحية في حالة لقدر الله حدوث مرض او حاجز. كمان الرعاية الصحية بتكون على حساب المنحة. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في الفرصة دي عندنا تخصصات عديدة جدا معظم التخصصات متاحة. وعشان تشوف التخصصات هتجدها هنا تضغط على كلمة هنا دي عشان تزار معاك التخصصات المتاحة في اه المنح. تمام? هيزار لنا قائمة التخصصات كلها اللي موجودة. هتلاقي هنا عندك كل كلية من دول. طبعا تقدر تحول الموقع للغة العربية من هنا. تضغط على اللغة العربية. تمام? اه والموقع بتحول معاك تلقائيا وبيظهر لك باللغة العربية البرامج الاكاديمية او الكورسات او آآ يعني التخصصات المتاحة. هتلاقي عندك الكليات هنا زي كلية الدراسات الاسلامية. كلية العلوم الانسانية والاجتماعية. وكل آآ يعني كل كلية من دول فيها تخصصات. يعني كلية العلوم الانسانية والاجتماعية دي التخصصات المتاحة فيها. تمام? كلية العلوم والهندسة دي التخصصات المتاحة فيها. يعني كل جامعة من دول كل كلية من دول هتلاقي بتاحتها بتندرك تخصصات فرعية. تمام? فبتقدر تشوف الكلية المناسبة لك وبتنضم لها. طيب ده بالنسبة ليه البرامج المتاح? بالنسبة للاوراق المطلوبة للتانين في الفرصة دي عشان تقدم لها. انت مطلوب من حضرتك ايه? اول حاجة مطلوب منك كشف الدرجات. اللي هي شهر التخرج بتاعتك. او لو انت في اخر سنة دراسية من المرحلة اه يعني مثلا لو انت في اخر سنة من السنوية العامة بتجيب شهادة السنة التي قبلها شهادة الصف الثاني السنوي. لو انت في اخر سنة من اه الباكالوريوس بتجيب ولسه ما حصلتش على الشهادة النهية بتجيب شهادة الصف او اه شهادة السنة اه التالتة من الباكالوريوس وما الى ذلك. تمام? يبقى متاح لك تقدم لو انت لسه في اخر مرحلة دراسية. اه في اخر سنة من مرحلة دراسية او تخرجت بالفعل. كمان مطلوب بتاعك السيرة الزيتية لازم تكون موجودة. تعمل خطاب نية بشكل ممتاز جدا. كمان توفر خطاب توصية. وخطاب التوصية هنا المطلوب في الملحة دي هو خطاب يعني اه ليه شكل خاص لوحده. مش نفس يعني مش اي خطاب توصية متاح. وهم حطيني الفورم اه الخاص بالتوصية انا حطيتكم حطيتكم الفورم هنا. هتيجي تضغط على كلمة الفورم هنا دي عشان يفتح معاك الفورم الخاص بالتوصية. ولازم ان الشخص اللي عمل لك التوصية يملأ هذه البيانات. واكتب كل تفاصيلها. تمام? ده التوصية لازم الشخص اللي عملها لك يجاوب على كل هذه الاسئلة ويمضي في الاخر. تمام كده? طيب. آآ كمان مطلوب صورة من جواز الصفر خاص بك لازم تكون متوفرة ايضا. هنا عندنا ملاحظة ان هذه المنحة ليس بها حد اقصر العمر للتقديم. يعني انت آآ لو سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم للمنحة دي بدون حد اقصر العمر. كمان المنحة دي فيها ميزة شهادة اللغة الانجليزية ليس مطلوب ازا كنت تطريد الدراسة باللغة العربية. يعني لو هتدرس برنامج او هتدرس تخصص باللغة العربية انت مش مطلوب منك اي اثبات للغة الانجليزية. تمام? طيب كيفية التقديم في الفرصة دي بيتم التقديم اونلاين وما فيش ابليكيشن منفرد. في ابليكيشن اونلاين بيتم التقديم مباشرة الى الجامعة. اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو واحد فبراير الفين واحد وعشرين هو اخر معاد للتقديم في هذه المنح. وكمان في حاجة ما تنسوش ان احنا قناتنا قنات منح من كل الالوان بنوفر خدمات اضافية زي خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقديم بنخلالنا على هذه المنحة متاح وبنعمل لك كل شيء بشكل احترافي. آآ في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق. دي خدمة احنا بنوفر لك فيها الاوراق المطلوبة لموازم المنح عشان تقدر تقدم بنفسك. طيب. هنا انا هتطلقه آآ لينك التقديم ولينك التفاصيل آآ كلها الخاصة بالجامعة. هتجي تضغط على كلمة قبلينا واقدم الان دي عشان يفتح معاك آآ التفاصيل. تمام? فيزهر لنا هنا الموقع الخاص بالتقديم آآ او موقع آآ او السيستم بتاع الجامعة اللي هو تمام? فطبعا هنا دي الصفحة الاولى لازم انت يكون عندك تمام? اللي هو فانت كمستخدم جديد ما عندكش الحاجة دي بتروح تضغط على تمام? اللي هو عمل جديد عن موقعه بتعمل انت من عندك وبين كود وبتحتافز بعدين بترجع تاني هنا وبتحط بتحط هنا وبعدين بتعمل وبتخش وبتبدأ تملاق. تمام? طبعا انا السنة السابقة في شهر نوفمبر كنت شرحت المنحة دي. فبالتالي منعا للتكرار انا هسيب لكم رابط الفيديو بتاع السنة السابقة هي نفس طريقة التقديم. فطبعا تقدر تتفرج على الجزء التاني او الفيديو الاخر بتاع السنة السابقة عن كيفية التقديم للمنحة نفس الشيء. تفرج عليه عشان تعرف ازاي ممكن تقدم على المنحة بكل سهولة. تمام? طيب كده شرحنا كل التفاصيل للمنحة بالتمويل ما تنسوش انها كمان بتساعد فيه توفير الاقامة العائلية للطلاب المتزوجين. راتب كبير تزاكر طيران سنويا يعني اشياء عديدة جدا وتخصصات ايضا عديدة. واخر مواد للتقديم واحد فبراير الفين واحد وعشرين. وما تنسوش اللي احنا كمان بنساعد فيه التقديم بشكل احترافي. فلو حابين تقدموه في المنحة آآ تتبعوا كل الخطوات ويتجهزوا الاشياء المطلوبة. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والاقول لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.